انشاء الله على النابل الاول قبل من ابدأ تعالوا نعرف الاول ايه هي 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 عبارة عن طريقة باستخدمها في حل المشكلات الحسابية المعقدة باستخدام عمليات حسابية بسيطة يعني انا بحاول الاقي ناتج تقريبي مش يعني في نسبة خطأ عندي تعالوا نعرف ايه هو محتوى الكورس اللي هناخده الترمو ده ان شاء الله اول حاجة اللي هي ان انا بجيب افضل خط ما بين مجموعة من النقاط زي ما احنا شايفين كده هو خط ما بين مجموعة من النقاط مش على النقاط بالزبط تاني حاجة اللي هي system solution اللي هو بحل معادلتين تالت حاجة اللي هي non linear equation solution اللي انا بجيب الroot او الجزر رابح حاجة differentiation وintegration خامس حاجة interpolation اللي انا بجيب الpoint x هو ده هيبقى محتوى الكورس ان شاء الله تعالوا نبدأ في المحاضرة الاولى اول حاجة اللي هي احنا بندور على افضل خط ما بين مجموعة من النقاط المعينة اللي عندي بحيث انها تمتلك اقل نسبة errors لو جينا بصينا هنا مثلا احنا عندنا خط مستقيم ما بين مجموعة من النقاط والمفروض ان انا بحاول ان نسبة error تكون صغيرة احنا عارفين ان معادل الخط المستقيم y equal ax plus b ال l هو مية للخط المستقيم دوت وال b الجزء المقطوع من محور ال y خلينا نتفق على حاجة طبعا احنا عارفين ده محور ال y وده محور ال x نسبة الخطأ هتبقى في محور ال y مش محور ال x يعني انا محور ال y عندي محور ال x عندي ثابت ومحور ال y هو اللي فيه نسبة الخطأ تمام طب هو الخطأ ده ايه اصلا لو جينا مثلا هنا بصينا على النقط ديت دي مثلا هنلاقي ان فيه خط مستقيم موجود هنا وفيه مسافة ما بين مثلا النقطة اكس دي والخط هنا وما بين النقطة اكس دي والخط هنا والنقطة اكس دي والخط هنا هي دي نسبة الخطأ اللي احنا بنحاول انها تبقى اقل ما يمكن يعني الخطأ اللي عندي اقدر ان انا اقول انه عبارة عن ال y اي طبعا احنا اتفقنا ان نسبة الخطأ هتبقى في محور ال y يعني ال y اي اللي هي النقطة بتاعة ال y هنا ناقص ال y اللي هي قيمة المعادلة بتاعة الخط المستقيم عند الحتة ديت تمام وعشان احنا مش هيفرق معانا اصلا اذا كانت المسافة دي موجب او سالب فحناخد قيمة ابسليوت وممكن ان احنا احسن عشان نتفادى ال square root او الجزر وعشان نخلي ال differentiation اسهل حنعمل قيمة ال error دي square لو جينا رجعنا هنا كده مثلا كده احنا عرفنا ايه هو الخطأ اصلا فنقدر نقول ان معادلة الخط المستقيم اللي هي ax plus b زائد نسبة الخطأ سواء كانت مثلا من فوق او بالنسبة للنقطة دي هتبقى بالنجاتف بس احنا قلنا اصلا مش هتفرق معانا موجب او سالب لو جبنا الايه اللي هو ال error في طرف لوحده هتبقى المعادلة بالمنظر دوت طبعا الاي اكس اي مينس بيد اللي هي ال واي وزي ما قلنا احنا هنربع ال error عشان احنا مش عايزين نتعامل مع positive او negative وفي نفس الوقت يبقى differentiation اسهل بالنسبة لنا او التفاضل اسهل بما اننا احنا هنربع الطرف اليمين والطرف اليمين والطرف اليسار هنيجي بعد كده نعمل submission لكل النقط يعني هنجيب السجما للطرف دوت وسجما للطرف دوت طبعا احنا هنبتدي الاي بواحد لغاية ال n وفي نفس الوقت هنا نفس الكلام خلينا نقور السجما اي سكوير ديت خلينا نشيلها دي كده خالص ونعبر عنها بالSR السR اللي هي sum of square error زي ما قلنا بالكده عشان نجيب اقل قيمة للا ا او ال b احنا هنجيب derivative ونسويه بالصفر وبما اننا احنا عندنا a و b مش حاجة واحدة بس هنعمل partial derivative اللي هو التفاضل النسبي اول مرة هنعمل derivative بالنسبة لل a لو بصينا هنا هنلاقي وفي باور هننزل باور تحت ونطرح منه واحد فيتبقى هنا واحد وحنعمل البركت ده هن هنعمله multiply في derivative بتاعه derivative بتاع yi بزيرو derivative بتاع minus a xi b a minus xi اه و b zero هناخد دوت هندربه في الاتنين ونطلح برا هنا كده فتبقى negative two مضروبة في sigma الكلام دوت equal zero تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده لما سالب اتنين تتضرب في sigma الكلام ده كله هيساوي الصفر اكيد مش السالب اتنين بتساوي الصفر يبقى سجما الكلام ده كله هو اللي بيساوي الصفر في طريقة اسهل ان انا ممكن اقسم على سالب اتنين وصف طيب نيجي هنا المعادلة بقت بالمنظر دوت كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنوزع السجما دي على كل قيمة هتبقى sigma yi xi وحنجبها في طرف لوحده هتبقى بالمنظر ده فبالتالي لما اجيب القيمتين دول في طرف لوحدهم الاتنين نيجات في دول هيتحولوا الاتنين وفي نفس الوقت هوزع السجما برضو عليه المفروض ان انا هقول sigma a x i square بما ان ال a اصلا سابت هتطلع برا فتبقى sigma x i square نفس الكلام برضو هي sigma b x i بما ان ال b اصلا سابت هتطلع برا هتبقى b في sigma x i طبعا اللي مش عارفة ان ايه ثابت اللي هو ال constant وبالتالي هتبقى دي المعادلة رقم واحد عندنا نيجي الجزء التاني اللي هو هعمل derivative بس بالنسبة ال b طبعا انا قلتا هعمل partial derivative نزلنا الباور وطرحنا من واحد وضربنا عملنا multiple in في ادرفتف بتاع ادرفتف بتاع ال y i ب zero النيجاتف اي اكس اي بزيرو برضو نيجاتف بي ادرفتف بتاعه طلعنا هنا ولو جينا ده ضربناه في الاتنين وقمنا طلعينها بره هنا كده فبقت بالشكل دوت هنيسي مع السليب اتنين هيطلع السجما الكلام ده كله هو اللي بصفر لا ما احنا شايفين هنا كده نفس الكلام هنوزع السجما على كل قيمة عندي فتبقى سجما واي اي مينس سجما اي اكس اي طبعا طلعناها بره مينس سجما بي هنجيب السجما واي اي في طرف لوحدها والباقي كله في طرف تاني فهيتحولوا من بالمنظر ده السجما بي لو احنا مثلا قلنا بي بلاس بي بلاس بي هي هي لما انا اقول بي اه هضربها في تلاتة فعشان كده هي هي السجما بي هي هي الان بي وتبقى دي هي المعادلة رقم اتنين عن طريق ان انا اعمل ما بين المعادلة واحد واتنين هيطلع لي الاي بكلام دوت والبي بالكلام ده بحيش ان الواي والاكس هما مش القيم العادية لأ ده المين بالنسبة للواي اي والمين بالنسبة للاكس اي المين ده اللي هو مجموعة القيم على العددهم يعني هنا مسلا سجما واي اي على ان وهنا سجما اكس اي على ان عندنا مسألة هنا طبعا اللي احنا شايفينه ده هي القيم المفروض انها هي بتجيدي في الامتحان تبقى موجودة عندي اللي هي الديتا وانا بحاول ان انا اجيب الاي والبي خلينا نفتكر ان معادلة الخات المستقيم اللي هي واي معادلة الخات المستقيم اللي هو الستريت لاين الواي اكوال اي اكس بلاس بي احنا ممش علينا ان احنا نستنتج المعدتين احنا هنكتبهم على طول وبعد كده هنعوض بقيم فيهم وهنحل لهم بالالة ممكن توقف الفيديو شوية يا ريت تحيل المسألة دي وبعدين تتفرج على الحل طيب هنعمل احنا جدول في خيم ال اكس اي وال واي اي وال اكس اي سكوير و اكس اي في واي اي وحاجيب السجما بتاعت كل كولوم فيهم تمام منظرتها كده ونعوض في المعدلتين السجما اكس اي واي اي اي هي سبعة وخمسين والسجما اكس اي سكوير اللي هي دي تلاتين والسجما اكس اي اه اللي هي عشرة نزلناها هنا كده وهكذا في نفس الكلام في المعدلة هنا لان عندي هنا ماربعة اللي هو عدد العنصر او عدد الرز المفروض ان انا عندي اا معادلتين اهم اتعوض فيهم المفروض ان انا هدخلهم على الالة واحلهم دي طريقة حل المعادلتين اا بالالة هنضط على مود بعد كده خمسة بعد كده واحد بالنسبة للمعادلة الاولى مثلا موجود عندي اا اي في تلاتين فحكتب تلاتين هنا كده وبعد كده بي في عشرة فحكتب هنا كده وبعد كده سبعة وخمسين بالنسبة للمعادلة التانية مسلا اي في عشرة هكتبين عشرة وبعد كده اربعة بي وبعد كده هكتب عشرين حضغط عليه ساوي بالنفروض ان انا عندي الاي بواحد واربعة من عشرة وي البي بواحد ونص كده نبقى خلصنا المحاضرة الاولى لو عدوكم اسئلها سيبوها لنا تحت في التعليقات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة